بسم الله السلام عليكم بالنسبة انه اخر محاضرة دكتورة نبيلا بدأت في الهيستولوجي بس هي بنقلت على الكونكتف تشو على طول علشان الوقت تزنق معها وان شاء الله هتبقى تعيد الابيثيليل في وقت تاني فأنا قلت تأدي فكرة عامة عن الابيثيليل عشان لو ما فيش وقت في الكلية يتشرح فيه وش الوش همام اه دقتي بصفة عامة احنا عندنا اربع تايب سوف تيشو في جسمنا ابيثيليل تيشو كونكتف تيشو مسكولي تيشو نيرفوس تيشو هنالكلم النهاردة وده موضوعي الابيثيليل تيشو الابيثيليل تيشو ممكن نصنفه من حيث الشيب او الفونكشن من حيث الشيب هنقسمه الاسمبل وستراتيفايد طب يعني ايه سيمبل وعنيه ستراتيفايد سيمبل يعني انا عندي الابيثيليل تيشو ده عبارة عن صف واحد صف كده ركز عليه صف واحد من الخلايا اهو ال لووقف عليه الخلايا ده نسمي الى ابيثمنت ميمبرين ويف تكو ان هو فاميلير جدا من العمليين تمام ايه سف واحد من الخلايا على على سطر واحد كده ده سيمبل تمام اما الاستراتيفايد انه كذا الصف موجودين فوق بعض والصف الاول بس هو ركز البايثمنت ميمبرين تمام طيب السيلز يعني هو قلنا عندنا سيمبل ابيثيليام تيشو طيب ايه انواع السيلز اللي هتكون دخلة في تركيب السيمبل ابيثيليام تيشو احنا قلنا بدل التيشو متكون من سل زباء اليونت بتاعت التيشو هي السل فانا عرفت ان انا عندي سيمبل ابيثيليام تيشو بالنسبة للتايب اوف سيلز ممكن هقولهم عمتا وانا هارجع وللتفاصيل الشكل سكوامس كيوبويدل كولامينر وعندك سيلييتد كولامينر وعندنا هنا السودو ستراديفايد كولامينر والسودو ستراديفايد سيلييتد كولامير نرجع واحدة واحدة يبقى انا عندي السلز اللي بتبقى متكونة السيمبل ابيثيليام تيشو هما ست انواع للألتوم دلوقتي بالنسبة للسكوامس الشيب معنى الشي سانية طيب الشيب هو عبارة عن صف واحد او زي ما قولت البيزبوت من بين عليه سلز مبططة شوية والنيوكليز برضو مبطط شوية حتى انا خدناه في العملي انه بيبقى كده بنعمل ماشي ماشي ماشي